ينضم لنا عبر الهاتف وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ مرحبا بك معنا الإدانة الثانية للبرلمان العربي خلال أسبوع على جرائم مجازر الحوثي بحق المدنيين في الحديدة ما جدوا هذه الإدانات في ظل الصلف الحوثي؟ أولا أسعد الله مساءكم ومساء السادة المشاهدين بالتأكيد الإدانات مهمة وهي تعبر عن موقف على الأقل لكن دعونا نكون قادمين في هذه اللحظة وأمام كل هذه الجرام والإدعاكات كنا نتمنى أن يكون الآن الموقف الذي يجب أن نتحرك من أجله سواء برلمانيين أو حقوقيين أو إعلاميين كلنا يجب أن نتحرك في إطار شيء واحد فقط وهو الضرورة أن يكون الموقف الإقليمي والدولي في اتجاه واحد وهو إعلان جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية وهو التوصيف الحقيقي أولا والتوصيف الذي يجب أن يتعامل العالم به بالإجماع سجاه هذه الجماعة الآن هذا هو الموقف الحقيقي وهو ما يجب أن نتعي إليه ولذلك كنت أتمنى أن يكون الآن هناك طلب يقدم إلى البرلمان العربي لاتخاذ هذا القرار حتى يكون بداية لتوقه لإصدار قرارات مشابهة سواء على مستوى الجامعة العربية أو منظمة العمل الإسلامي وإنطلاقا إلى مجلس الأمم كيف يمكن برأيك حماية المدنيين بشكل جدي؟ هذا القرار هو اعتبر مدحل حقيقي لموقف دولي نستطيع من خلاله المصول إلى قرارات يجب العمل من أجل تنفيذها لأن العالم عندما يقر بأن هذه الجماعة إرهابية يكون أمامه لا بد من اتخاذ الخطوات الفعلية للتعامل مع هذه الجماعة في جانبنا الإرهاب لا بد من التخلص منه نعم كان معنا عبر الهاتف وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ شكرا لك